السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي اجتماعيات للصف الثالث متوسط لخصة الفصل الأول يعني الدرس الأول من البداية لحد صفحة 13 لخصة الموقع العراق وموقع الفلكي وأهميته وكذلك الأقسام سطح العراق المنطقة الجبلية المتموجة السهل الرسوبي الهبابة الغربية فقط هذني اللي لخصتهم تعارف تعاليل تعداد أسئلة تلخيص مضبوط 100% فما راح أقرأ لين هواي فراح أخليكم تاخذوا سكرينات ونزلتين بقناتي على التليغرام تقدرون تسحبوهن كصور يعني هاي الورقة الأولى هذه الورقة الأولى يقول أين يقع العراق من الكرة الأرضية أين يقع العراق بالنسبة لقارات العالم ما هو موقع العراق في الأكيان يعني تمام هاي الورقة الأولى خلصناها هنا عندنا مميزات منطقة الجبال بسيطة الارتفاع مميزات المنطقة الجبلية تعاليل زين هنا تعرف الأهوار والمستنطعات شنو أهمية الأهوار الموجودة في جنوب العراق أين تقع الهضبة الغربية ما هي صفات سطح الهضبة الغربية هنا تعاليل مميزات السهل الرسوبي وين يقع السهل الرسوبي شقد مساحته هنا عندنا ما هي الدول التي تحد وطننا العراق شنو أطول حدود الدول المحيطة بالعراق شنو المزايا التي ترتبت على شكل وطننا العراق هنا فراغات مساحة العراق شقد تتألف المنطقة الجبلية سلسلتين جبليتين شنو مميزات منطقة الجبال عالية الارتفاع تعريف هالكورد بخير عقرداخ حرير المنطقة المتموجة أين تقع المنطقة المتموجة تقسم إلى كم قسم تعريف حمرين ومكحول تعاليل لدينا أيضا تعريف التضاريس المنطقة الجبلية تعاليل إن شاء الله تستفادون من هذا الفيديو اللي بعدهم ما ممتحنين اجتماعيات حتى نزلت نماذج أسئلة موجودة بالقناة إن شاء الله توفيق